اشتركوا في القناة الكاف تضبط برنامج وملاعب مباريات ربع نهائي الشام المنتخب الوطني لكرة اليد ينهي بطولة العالم بفوز على الأرقواي بأسوأ مشاركة عطال يشفى ويعود لأجواء التدريبات ربع تانيس وبوداوي يجدد عقله إلى غاية 2027 بن ناصر يبدي تحصره عقب هزيمة أمس ويعد بتداركي الأخطاء ميلون يؤكد ثقته في بيولي إبراهيموفيتش يعود لأجواء التدريبات بعد غيابهم طويل قرعة نصف نهائي دور الأمم الأوروبية تسفر عن صدامات قوية برشلونة في مواجهة ريال سوسيدا وأساسونا تلاقي إشبيليا للظفر بتأشيرة ثم النهائي كأس ملك إسبانيا صاهرة اليوم تنهى جيطال بوراشفورد بالبقاء في مونشستر يونيوتر أهلا بكم مجددا في التفاصيل والبداية بأخبار كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة بأرض الوطن وإلى غاية الرابع من فبريا القادم حيث غادر صباحة اليوم منتخب السودان من مقر إقامتهم بعاصمة الشرق قسنطينة وهذا بعد إقصائهم من دوري المجموعات عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها سقور الجديان أمام مادا غشقر بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات المجموعة الثالثة التي تأهل منها كل من منتخب الملغاشي والغاني للدوري المقبل في حين سيحط الرحالة منتخب المزنبيق المتأهل من المجموعة الأولى بمدينة سيرطا غدا وهذا استعدادا لخوض لقاء الربع نهائي مما مادا غشقر بملعب الشهيد حملاوي هذا السبت بداية من الساعة الخامسة نبقى مع الشان دائما حيث استيل أمس استطار عن دوري مجموعة المنافسة القرية وأعلن الاتحاد الإفريقي عن برنامج مباريتي الدوري المقبل من الشان والتي ستنتلق بداية من يوم الجمعة بمواجهة المنتخب الوطني المحلي أمام كود ديفور بملعب نيلسون مونديلا ببرراقي بداية من الساعة الخامسة فيما سيلاقي السنغال منتخب موريطانيا بداية من الساعة الثامنة ليلة بملعب التاسع عشر ماي بعنابة أما في مجرية اليوم الثاني من هذا الدور سيكون منتخب المزنبيق على موعد يوم السبت بداية من الساعة الخامسة لمواجهة مادا غشقر بملعب الشهيد حملاوي بعاصمة الشرق السنطينة وفي ذات اليوم تلعب آخر مباراة من الدور ربع نهائي بين منتخب غانا والنيجر بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب ميلود هدفي بوهران وستسعى كل من هذه المنتخبات في لقاءاته الحاسمة للظفر بتأشيرة يتاه للدور ثم نهائي من كأس أمم إفريقيا للمحليين وقبل طي ملف الشان قدمت لجنة تنظيم المنافسة التي ترأسها راشد أكالي تعزيها الخالصة إلى الاتحاد الموريطاني في وفاة النائب أباب أمغار دينغ الذي توفي بوهران خلال تواجده مع بعثة الوفدية الموريطاني كما قامت لجنة تنظيم الشان بمواساة المسؤولين عن الكرة الموريطانية في وفاة أحد أعمرة كرة القدم في الفترة الحالية التي تشهد مشاركة منتخب المرابطون في كأس إفريقيا للمحليين التي تجرى بأرض الوطن إن لله وإن إليه أراجعون في أخبار كرة اليد الجزائرية أنهى اليوم أشبال المدرب رابح غربي مشوارهم في بطلة كأس العالم المقامة ببولندا والسويد بفوز أمام الأرقواي بنتيجة 33 مقابل 34 إصابة ضمن اللقاء الترتيبي لتحديد المركز 31 وال32 حيث حقق المتخب الوطني المركز 31 وما قبل الأخير يأتي هذا بعد سلسلة الهزائم التي تلقاها الخضر منذ بداية مبارياتهم في المنافسة العالمية نمر لأخبار محترفين أعلن نادي نيسا الفرنسي عن عودة لاعب الخضر يوسف عطال لأجواء التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها نهاية السنة الفارطة ونشر الموقع الرسمي للنادي عبر إنستجرام صورا للعب الخضر وأرفقها بعبارة عطال يندمج في التدريبات الجماعية لفريقه وفي أخبار نادي نيسا دائما فقد أعلن أيضا النادي الفرنسي عن تجديد عقد لاعب المنتخب الوطني هشام بداوي مع نيسا لغاية الفان وسبعة وعشرين وكشف خرج أكاديمية بارادو عن الأسباب التي جعلته يختار التجديد مع نيسا حيث قال في تصريحاته للصفحة الرسمية للفريق أنا جد سعيد بتجديد عقدي مع نيسا أعمل كل ما باستطاعتي من أجل إسعاد جماهيرنا أعيش أفضل اللحظات مع جماهير نيس منذ البداية سواء في الملعب خلال تجولي في المدينة وفي كل مكان وأردف قائلا أقدم دائما أفضل ما لدي في الملعب دون غش أركض لمدة تسعون دقيقة وهذا ما تحبه الجماهير وعند التحاق بالفريق في 2019 كان يتوجب علي إثبات قدراته وحاليا تغير الوضع أشعر أنني لاعب مهم في الفريق وأنني في بيتي وختم تصريحاته قائلا اكتسبت ثقة كبيرة وأشعر بذلك خلال التدريبات والمباريات التي أخوذها ويمكنني تقدم الأفضل مستقبل المعانيس لتوفر كل الظروف لذا فضلت البقاء في الدوري الإيطالي عبر متوسط ميدان ميلونز مع علب الناصر عن حسرته عقب الخسارة التي تجرعها رفقة ناديها الإيطالي أمس أمام لاتسيو والتي انتهت باكتساح هذا الأخير للروسونيري برباعية نظيفة حيث نشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك من الصعب تقبل الإخفاق لكن الأمل يفوز دائما لن نستسلم وسنحاول تدارك الأخطاء لتحقيق الأفضل قادما وسنمنحكم ما تستحقونه شكرا لكم على دعمكم المستمر والذي يكون أكثر فائدة في الأوقات الصعبة في أخبار كرة القدمية الدولية حسم المدير والفني لنادي ميلون باولو مالديني قراره بشأن إقالة المدرب بيولي من على رأس العارضة الفنية للفريق بعد النتائج السلبية التي يمر بها آخرها خسارة أمس برباعية أمام لاتسيو وقال مالديني في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا ثقتنا في بيولي كبيرة هذا سؤال كنت أمر أن لا أسمعه لكن لا بد من الإجابة بنعم نحن نثق به ونحن نتحدث كل يوم لدينا فرصة للتحدث قبل وبعد التدريب نشعر بخيبة أمل لأننا فقدنا فرصة الوصول لبطولتين من أصل أربعة كان من الممكن أن نصل إليهم وعن الانتقادات التي يتلقها ميلون علق باولو نحن بالمركز الثاني وأذكركم أننا بعد سبع سنوات تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا وفاز بالموسم الماضي بلاسكوديتو عن جدارة والآن نحن ثاني الترتيب أنا أتفهم النقدة لكني سألقي نظرة على الحقائق والتي تقول أن الفريق لا يلعب بشكل جيد وليس في حالة نفسية وبدنية جيدة لكننا لازلنا حاضرون في ذاتي السياق ومع جديد ندي ميلون كشفت صحيفة لغازيتا ديلو سبورت بأن نجم الروسونيري زلاتان إبراهيموفيتش عاد لأجواء تدريبات بعد غياب طويل عقب تعرضه لإصابة في الرباط الصالبي وذكرت الصحيفة بأن إبراهيموفيتش سيبدل كل ما في وسعه ليكون جاهزا لخوض مواجهة توتنهام في الدورية السادس عشر لدوري أبطال أوروبا حيث يصر اللاعب على خوض هذا اللقاء على ملعب السانسيرو وبحسب لغازيتا ديلو سبورت فمن المنتظر أن يعلن إبراهيموفيتش عن اعتزاله في نهاية الموسم في حال لم يجدد عقده مع ميلون في موضوع آخر أصفرت قرعة نصف نهائي دور الأمم الأوروبية والتي أجريت اليوم عن استضامات قوية بين المنتخبات التي تأهلت لهذا الدور والتي تتمثل في إيطاليا إسبانيا كرواتيا وهولندا حيث ستكون كرواتيا على موعد مع لقاء قوية مما هولندا يوم الرابع عشر جوانا القادم فيما اصطدمت إسبانيا بإيطاليا في مباراة تعد بالكثير من الإثارة يوم الخامس عشر من ذات الشهر وفي مجرية كأس ملك إسبانيا يواجه صهرة اليوم بداية من الساعة التاسعة ليلا نادي برشلونا ريال سوسيداد بملعب كامب نو ضمن الدورة الربع نهائي من منافسة كأس ملك إسبانيا للظفر بتأشيات ثم النهائية المنافسة وفي حين آخر سيلاقي نادي أوساسونا إشبيليا بداية من الساعة العشر ليلا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنان في خبر آخر طالب مدرب منشستر يونيتد إريك تينهاك لاعبه ماركوس راشفورد بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر لكي يصبح الأفضل في العالم وقال تينهاك في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية هذا أفضل مكان يتواجد فيه راشفورد فنحن نريد بناء أفضل فريق أولا في إنجلترا ومن ثم في أوروبا ومن بعضها في العالم وأضاف المحادثات بين الأندية واللاعبين دائما ما تكون سرية ولكن راشفورد يعرف بأن منشستر يونيتد هو نديه وأنه في تلك البيئة ومع هذا الفريق سيقدم أفضل كرة قدم وهو يتطور ويقدم مئة بالمئة مما لديه بإمكانه إظهار جودته وهذا الفريق قادر على مساعدته للتواجد في أفضل الأماكن لتسجيل الأهداف تم بناء هذا الفريق كي تظهر الجودة في المقدمة هو يعرف مدى أهميته لنا وإذا أردنا النجاح فنحن نحتاج إلى تواجده وينتهي عقد راشفورد مع منشستر يونيتد في صيف العام المقبل ولم يحدث حتى اتفاق للتجديد حتى الآن بالورقة الدولية نصل وإياكم لطيئة ورق النشاط الرياضية لنهار اليوم وإليكم ما تابعتم فيها منتخب السودان يغادر الجزائر والموزنبيق منتظر غدا بعاصمة الشرق استعدادا لمباراة ربعا نهائي الكاف تسدر السطارة على برنامج مباريات ربعا نهائي الشار المنتخب الوطني لكرة اليد ينهي مشاركته في بطولة العالم بفوز على الأورغوال عطال يشفى ويعود أجواء التدريبات رفقة نيس وبوداوي يجدد عقله إلى غاية 2027 بناصر يبدي تحصره عقب هزيمة أمس ويعيد بتدارك الأخطاء ميلون يؤكد ثقته في بيولي وإبراهيموفيتش يعود لأجواء التدريبات بعد غياب طويل قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تسفر عن استدامات قوية برشلونا في مواجهة ريال سوسيداد وأساسونا تلاقي إشبيليا للظفر بتأشياتهم النهائي كأس مالك إسبانيا سهرة اليوم تنها يطالب راشفورد بالبقاء في موشستر يونيتد جمهورنا الرياضي شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة أمسية طيبة للجميع وإلى اللقاء